أهلا بكم حراك التأليف الحكومي أصيب بعوارد المطالب الزائدة فوضع في غرفة الانتظار إلى حين الإنعاش فيما الحراك الأمني أكثر نشاطا ويثمر توقيفات في ملف الأطرش إذ قبضت استخبارات الجيش على المدعو نواف الحسين في جلالة البقعية نتيجة اعترافات أدلى بها عمر الأطرش وأشارت إلى تورط للحسين في نقل السيارات المفخخة وأنه شريك أساسي في العمليات ما يؤكد أن توقيف الأطرش لم يكن افتياتا على جهة ولا على منطقة أو معتقد بل جاء ضمن مسار قد يحد من العمليات الإرهابية إذا ما استكمل فرط العقد لكن حلقات هذا العقد متوغلة في الأرض السورية وإن كانت الدول راعية قد بدأت تتحسس وجودها والخطر على كياناتها من وراء إرهاب القاعدة وأخواتها ولم تتردد واشنطن في توصيف هذا الخطر عبر وزير أمنها الداخلي أمريكا تتحسب للضرار أما فرنسا فقد تأخرت في اكتشافه بعد الغماس رئيسها في أزمات أكثر رومانسية لكن أولاند أدرك أخيرا أن أوروبا في عين العاصفة إذا ما هبت إرهابا من الشرق فأقام أولاند خطبة الجمعة في تونس أمس وأما قادة وزعماء من العالم تحت قبة الدستور التونسي قائلا من أرض عانت الأسلم المتطرفة ألا تعارض بين الإسلام والديمقراطية مزايدا على شيخ الأزهر فقهيا وأزهر مصر بدوره بدأ نشر قوافل دعوية لمواجهة الأفكار المتطرفة ودعا شيخه أحمد الطيب إلى تبصر الناس بصحيح الأمور وعدم ترك أي مساحة للفتاوى المتشددة أما العراق فحربه على القاعدة وإرهابها أصبحت بيد الجيش والصحوات وبدعم أمريكي مسلح غير مسبوق على أن أكثر الآراء مدعاة للتماعن هي تلك الصادرة عن المدعو عبدالله أنس الذي حارب السوفيات في القرن الماضي محذرا اليوم الشباب المسلمين من الذهاب إلى سوريا حيث سيجري استخدامهم فقط من أجل إطاحة الرئيس الأسد وقال صهر عبدالله عزام الزعيم الروحي للأفغان العرب إن ثقافة قطع الرؤوس هي من اختراع القاعدة وإن أجهزة استخبارات عدة تستغل النيات الحسنة لأولئك الشباب على الأرض فإن الفواتير تتراكم وأبرزها اليوم إعلانوا مقتل قائد داعش في دير الزور أبو دجان الليبي باشتباكات مع جبهة النصرة فيما أعلن زعيم النصرة نفير العام ضد الدولة الإسلامية سياسيا المعارضة الممثلة في جونيف تطلب تمثيل النظام بنائب الرئيس فاروق الشرع لكن الحكومة السورية إذا كانت تفكر في الأمر فإنها الآن سحبت التفكير من التداول بسبب إصرار المعارضين على نائب الرئيس الذي لم يظهر في المشهد السوري منذ أشهر ترجمة نانسي قنقر